من الدولة الاقوى في اوروبا وصاحبة الاقتصاد الاعلى وتمتلك اقوى جيش واقوى شرطة بداخلها الى دولة على حافة الانهيار واصبحت مدمرة بشكل كامل فالشعب الفرنسي غاضب وماكرون يبحث عن الحلول والهمجية هي من تحتل الشوارع وتسيطر على المشهد المتاجر سرقت والشوارع حرقت والمباني اغلقت والشرطة هربت ولا حل امام الجميع سوى الخضوع للشعب لتهديئة الشارع هنا باريس الدولة التاريخية صاحبة المعالم السياحية الافخم في العالم وتمتلك المتاجر الاغلى في السيارات والملابس اصبحت الان مليئة بالنيران والتفحم واصبحت تتعرض للهجوم والنهب والحرق فدعونا نعرف اخر الاحداث سبعمائة شركة تعلن سرقتها ونهبها وتضررها وسط اضرابات فرنسا منذ بداية المظاهرات والاعتراضات التي خرجت في مدن فرنسا اعتراضا على قتل الشرطة للشاب نائل استغل الكثيرون اجواء الاعتراضات وعجز الشرطة على السيطرة على الغاضبون قامت مجموعات كبرى من الشباب الفرنسي باقتحام متاجر وبرندات ملابس شهيرة ظلوا يسرقون ما بداخلها ولم يكتفوا بالسرقة وحسب بل قاموا بتحطيمها واشعال النيران فيها بالكامل ووصل اجمال عدد خسائر الشركات والمتاجر الى سبعمائة شركة ومتجر وما لا يقل عن اثني عشر مركزا للتسوق ومائتي متجر سوبر ماركت ونحو مائتين وخمسين فرعا مصرفيا واغلب هذه الشركات والبرندات مملوكة لرجال اعمال من العالم اجمع وهددوا بانهم سيسحبون استثماراتهم خارج فرنسا لذلك قامت الحكومة الفرنسية بتعويضهم بعدما امرتهم ان يقدموا تأمينات هذه الشركات والمتاجر ففرنسا يا سادة اصبحت في حافة الانهيار الاقتصادي خسائر المظاهرات في فرنسا وصلت الى خمسة وخمسين مليون يورو وصلت اجمال الخسائر في فرنسا بعد اعمال الشغب والاحتجاجات في فرنسا الى خمسة وخمسين مليون يورو تكبدتها الدولة فقد وصلت الخسائر في الممتلكات العامة الى عشرين مليون يورو اما الخسائر التي اصابت الممتلكات الخاصة وصلت الى حوالي خمسة وثلاثين مليون يورو وبدأت فرنسا في تطبيق قانون الطوارئ وهو قانون تفرضه الدول في حالة الشغب وهذا القانون سيسهل عملية القبض على المشاغبين وطالب وزير الداخلية الفرنسي جيرال درمنان الشرطة باعتقال جميع المتسببين في أعمال الشغب والقبض على من قام بسرقة ونهب المتاجر والشركات وبالفعل نجحت الشرطة في الاعتقال الداخلية تجهز خمسة واربعين الف شرطي وتوزعهم على مدن وشوارع فرنسا للقبض على المشاغبين الشرطة بدأت في استعادة قوتها وها هي أعلنت بأنها لن ترحم أي معتدي على ممتلكات الدولة ولا يسمح لأي شخص يحاول مرة أخرى باستعادة الفوضى داخل مدن باريس فقد أعلن وزير داخلية فرنسا جيرال درمنان تعزيز انتشار الأمن في البلاد وقرر توزيع أكثر من خمسة واربعين الف عنصر من الشرطة والدرك على جميع مدن فرنسا تحسبا للليلة الرابعة من الشغب وبدأت الشرطة في عمليات القبض الشرطة الفرنسية تعتقل سبعمائة وتسعة عشر شخصا كانوا يقومون بأعمال الشغب والفوضى لا رحمة ولا تهاون فاليد الحديدية أصبحت جاهزة وستتصدى لأي محاولة تخريب ونجحت الشرطة يا سادة في القبض على سبعمائة وتسعة عشر شخصا وتم اعتقالهم وبعدها أصبح المتظاهرين والمعترضين يسيرون في الشوارع بصمت تام وهم بحالة صمت وقلق وبدأ الجميع في التراجع عن المظاهرات ولم تتوقف الشرطة على هذا العدد الذي وصل إلى سبعمائة وتسعة عشر بل قامت بالقبض على مئة وستين شخصا آخر تم اعتقالهم ليلا بعدما التقطتهم عدسات كاميرات المراقبة وهم يقومون بتخريب المنشآت في أنحاء فرنسا انهيار السياحة في فرنسا بسبب الاضطرابات التي تواجهها من الموارد الاقتصادية لفرنسا الأساسية هي السياحة ولكنها انهارت بالكامل فمنذ بداية الاضطرابات الفرنسية تم إلغاء جميع الحجوزات على الفنادق السياحية وإلغاء حجوزات المطاعم ومن المعروف أن فرنسا تستعد الآن لتنظيم الألعاب الأولمبية العالمية ولكن محاولات التخريب والنهب من المحتمل أنها ستجعل مسؤولين الاتحادات الرياضية في إلغاء البطولة أو نقلها لدولة أخرى وذلك لخوفهم على اللاعبين المشاركين من جميع دول العالم ولكن بدأت الحكومة والإعلام في محاولات الطمأنينة وذلك عن طريق نشر فيديوهات لتعزيزات الأمن بشكل مستمر ولكن الأزمات الفرنسية تتعدى الآن المليارات دولار فقد بلغت دين العام الماضي 111% من إجمال الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2022 و114% في الربع الأول من العام 2023 وبعد الأزمات الأخيرة ارتفع دين الدولة 48 مليار يورو فيما زاد دين هيئة الضمان الاجتماعي ب17 مليار يورو ومن المحتمل وكما يتوقع خبراء الاغتصاد في فرنسا أن الدين سيتجاوز للمرة الأولى في فرنسا عتبت الثلاثة تريليونات يورو الرمزية في الربع الأول من العام وبدأت الحكومة على سبيل هذه الديون في تخفيض الرواتب ولكن هذه الأزمة أزعجت الأطباء الذين بدأوا في الإضراب عن العمل أطباء فرنسا يضربون عن العمل ويتركون المستشفيات اعتراضا على قرارات ماكرون بتخفيض الأجور أعلن الأطباء وقفة احتجاجية أمام مستشفيات فرنسا عن إضرابهم عن العمل بشكل كلي وطالب الأطباء من الرئيس إمانويل ماكرون بالنظر في مطالبهم وزيادة أجورهم وإلا سيقومون بغلق المستشفيات ويعلنون بعدم استقبالهم لأي مرضى ويأتي هذا الإضراب بعد خمس ليال متتالية من أعمال الشغب شهدتها المدن في أنحاء فرنسا وبدأ بالفعل ماكرون إلى الاستماع إلى الأطباء كما ألغى رحلته المقررة إلى ألمانيا لحل أوضاع فرنسا وقرر ماكرون أن يجتمع مع جميع السلطات في فرنسا ومسؤولين المدن لحل جميع المشاكل بعد عودة الأوضاع لطبيعتها إلى حد ما ولكن هل فرنسا ستعود لقوتها؟ هذا كل شيء مشاهدين الأعزاء شكرا لكم لمشاهدة الفيديو إلى اللقاء شكرا لكم